مطلوب دم إحدى أشهر العبارات السائدة في مدن وسط وجنوبي العراق التي تكتب على أبواب المنازل والمباني وغيرها وتعني أن الشخص المشار إليه بهذه العبارة مطلوب للمحاكمة العشائرية لأسباب مختلفة في مشهد يعكس مدى الترد الأمني في البلاد متمثلا بانتشار السلاح خارج إطار القانون يقابله ضعف الأجهزة الأمنية والقضائية على السواء ما تعرف بالدقات العشائرية ما هي إلا مقدمة لأي نزاع عشائري مسلح عادة ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أطراف النزاع وتطورت في الآونة الأخيرة لتصبح إحدى وسائل الابتزاز بهدف الحصول على المال فيما يعرف بالفصل أو القوامة وباتت تستخدم في مشكلات مختلفة في ظاهرة مجتمعية باتت سائدة في مدن العراق وتغذيها جهات متنفذة وميليشيات مسلحة وعلى الرغم من صدور قرار حكومي يقضي بتجريم التهديدات الخاصة بالنزاعات العشائرية ضد السكان إلا أن ذلك لم يردع الفاعلين من توعد المواطنين بالأذى الذي يصل غالبا إلى القتل في استهانة واضحة بحياة السكان العزل ومع انهيار مؤسسات الدولة الأمنية والقانونية على إثر الغزو الأمريكي للعراق انتشر الظواهر ما تعرف بالدقة والفصول المالية التي تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا على إثر النزاعات العشائرية ودخول الميليشيات والسلاح على خط الاشتباك بين الأطراف المتنازعة دون أي تدخل من قبل قوات الأمن التي تخشى هي الأخرى أن تستهدف من قبل المتنازعين في حين يؤكد مختصون أن اتساع هذه الظاهرة ارتبط بشكل رئيس بضعف تطبيق العقوبات القانونية في عدد من مدن العراق خصوصا في بغداد ومدن جنوبي البلاد بشكل يفاق مؤزمات العراقيين ويعمق من أزمة الهوية المدنية التي باتت ضرورة استردادها مطلبا شعبيا واسعا شكرا